خلينا دلوقتي بس نروح لمدينة العالمين مهرجان العالمين مازال مستمر العالم عالمين هو الشعار امبارح كانت حفلة الكنج محمد مونير موسم مليء بالأنشطة الثقافية والأنشطة الرياضية والحفلات الفنية زي بالله يا باسم أول عالين هناك علشان يرصد لنا أبرز فعاليات مهرجان العالمين النهاردة ايه هي حتكون وازاي كان الويك اند الأخير عامل ازاي في العالمين صباح على خير عليك يا باسم صباح على الفل يا مصطفى وصباح على الفل يا منا والنهاردة احنا في العالمين في ثالث ايام ختام الويك اند اللي فات يعني برضو بقول لك لازم تيجي لازم تيجي ولازم تشوف بنفسك ولازم تحضره بنفسك لأن الكلام أقلب كتير من الواقع اللي احنا موجودين فيه العالمين بتتقلق وبتقدم عظمة احتفاليات مهرجان العالم عالمين الممتد على مدى 45 يوم واللي مستمرة معانا لحد يوم 26 من أغسطس الجاري في فعاليات متقلقة لكل ما تتخيله سواء كانت احداث رياضية او احداث فنية او عروض ترافية الى اخره وسط اقبال كبير من الجمهور اللي موجود هنا من المصريين ومن الوطن العربي ومن جنسيات مختلفة موجودين هنا في العالمين واللي بقت في الفترة دي محط انظار الجميع للترفيه وقضاء اوقات ممتعة طبعا بدأنا الاسبوع ده ضمن فعاليات العالم عالمين يوم الخميس بحفلة الفنان الكبير متحد صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم وكانت مبارح الليلة الكبيرة يعني كان امسية جميلة جدا ويعني حميد الشعيري كان بيتقلق ومحمد مونير كان بيتقلق والاتنين في ميكس رائع بينهم وبين بعض تقلقوا سوا وكانوا يعني بيغنوا محمد مونير قدم بدأ باغنية ليه اول اغنية غنية في حياته محمد مونير وحميد الشعيري قدموا مع بعض ويتو لحاجات عملوها سوا الجمهور كان يعني فيه تناغم رائع مع الحفل وتفاعل طول الوقت ولا يكل عن التسقيف والتشجيع والفرحة بوجود ناس جميلة زي كده ناس وجهة مصر الحقيقية ووجهة الفند المصري الحقيقي اللي بصراحة ليه الريادة في مش في مصر ده في المنطقة كلها في الوطن العربي كله الريادة الفنية وريادة كل حاجة بصراحة هي لمصر في الوطن العربي امسية كانت جميلة وكان تنظيم اكتر من رائع سواء من المنظمين او من الامن والدنيا كانت سلسة وجميلة وطبعا من اللفتات الجميلة ان الشركة المتحدة كانت موفرة شاشات كبيرة للعرض في الشوارع المحيطة بالأرينا وكانت بتعرض عليها الحفلات بحيث ان الناس اللي ما ادريتش ان هي تدخل بسبب التكدس او ملحقش يحجز فكان الجميع بيقدر يتابع الحفلة في الشاشات الخارجية وطبعا مكبرات الصوت الجوال ارينا كانت مغطية على الممشى السياحي ان شاء الله النهاردة السبتة هيكون معنا ختام حفلات الويك اند الاسبوع ده والفنانة اليسا والفنان تامر عشور مساء النهاردة في ارينا العلمين وان شاء الله هنتابع لحظة بلحظة وهنوفيك ان شاء الله باخر الاخبار والمستجدات للمهرجان ومتابعة المهرجان لحظة بلحظة اليك مصطفى شكرا لك يا باسم وبالتأكيد العالم كله متجهة انظره ناحية العالمين وشوفنا طبعا عدد كبير جدا 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 من الحضور في حفلة الكنج محمد مونير طبعا حفلة مختلفة وموسم الحفلات كله لسه مستمر وموجود احنا سعداء بالتغطية اللي انت بتقدمها لنا زميلنا باسم ابو العنين شكرا لك من العالمين النهاردة